على صعيد اخر افرجت ميليشيا الانتقالية المدعومة من الامارات عن قائد قوات الامن الخاصة العميد سليمان الزامكي بعد ثلاثة ايام على اختطافه من مطار عدن ادولي وكان وزير الداخلية لواء ابراهيم حيدان وجه بالافراج الفوري عن القائد سليمان الزامكي ودعى مدير امن عدن الواء مطهر الشعيبي لمخاطمة المجلس الانتقالي لافراج عن واضح وزير الداخلية انه سيتم تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في الحادث الذي حصل في المطار اثناء وجود الزامكي وسيتم محاسبة المتسببين باي اختلالات امنية بالمطار الى ذلك منع عدد من جنود قوة امن ابيا مرور شاحنة والية تابعة لقوة التحالف احتجاجا على استمرار اختطاف ميليشي الانتقالي قائد قوات الامن الخاص العميد سليمان الزامكي في عدن وفد مصدر عسكري ان الجنود قاموا بقطع طريق الدولي في مدينة شقر الساحلية شرقي مديرية زنجبار واعترضوا طريق آليات تابعة للتحالف كانت في طريقها الى عدن واكد المصدر ان الجنود طالبوا سعودية قائدة التحالف بالضغط على المجلس الانتقالي للإفراج عن العميد سليمان الزامكي في سياق متصل دانت ادارة امن محافظة ابيان اختطاف ميليشي الانتقالي المدعومة اماراتيا قائد قوات الامن الخاص سليمان الزامكي في مطار عدن الدولي واعتبرت ادارة الامن في بيان لها اختطاف القائد الزامكي تأجيجا للصراع المناطقي والعنصري بين ابناء المحافظة الجنوبية مشيرة لان الاختطاف يؤكد عدم مصدقية الانتقالي في الدعوة للحوار ولم الشمل الجنوبي وطالبت بسرعة اطلاق سراح القائد الزامكي والاعتذار لجميع الرجال المقاومة وابناء مدينة عدن